بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف أقدم لكم تطبيق مهم جدا لكل من يتصل حاتفه بالإنترنت وهذا التطبيق وظيفته هو منع أي تطبيق تريد من الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الواي فاي أو البيانات بكل سهولة مثلا تطبيق واتساب إذا أردت أن تتصل بالواي فاي أو البيانات ولا تريد لتطبيق الواي فاي أن يقوم بتحميل الرسائل التي تم إرسالها إليك في هذه الحالة يمكنك استخدام هذا التطبيق لحظر تطبيق الواي فاي من الاتصال بشبكة الواي فاي أو البيانات والآن دعونا نتعرف على التطبيق الذي سوف يساعدنا في حظر أي تطبيق من الاتصال بالواي فاي أو البيانات هذه هي عيقونة التطبيق الذي سوف يساعدنا في حظر التطبيقات ومنعها من الاتصال بالواي فاي أو البيانات نقوم بفتحه هذه واجهة التطبيق هنا يعطيك جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك نقوم بالذهاب إلى التطبيق الذي نريد حظره من الاتصال بالإنترنت مثلا تطبيق الواتساب إذا أردنا تعطيل الواتساب من الاتصال بشبكة الواي فاي نقوم بتعطيل هذا الخيار والآن تم منع تطبيق الواتساب من الاتصال بالواي فاي وتحميل الرسائل وإذا أردت أن تعطي له أيضا من الاتصال بشريحة البيانات اضغط على هذا الخيار والآن تم حظر تطبيق الواتساب من الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الواي فاي أو عن طريق البيانات وتستطيع أن تختار أي تطبيق آخر غير تطبيق الواتس أب بعد أن تقوم بتعطيل التطبيق الذي تريد اضغط على هذا الخيار لتفعيل التطبيق الذي يقوم بحضر الاتصال اضغط على إلغاء والآن تم تفعيل التطبيق الذي يقوم بحضر التطبيقات ومنعها من الاتصال بالإنترنت مما يعني أن تطبيق الواتس أب أو التطبيق الذي قمت بتعطيله لن يستطيع إرسال أو استقبال الرسائل حتى تقوم بتعطيل هذا التطبيق وإذا أردت أن تقوم بتعطيل التطبيق اضغط على هذا الخيار والآن تم تعطيل التطبيق وتستطيع إرسال واستقبال الرسائل في تطبيق الواتساب أو التطبيق الذي قمت باختياره وقم أيضا بتفعيل هذه الخيارين إذا أردت تعطيل تطبيق آخر وبهذا نكون قد انتهينا من التعرف على تطبيق سوف يساعدنا في حضر أي تطبيق من الاتصال بالإنترنت أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك